السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله من 5 الى 50 مليون الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف منتسبي الدفاع والداخلية اعلن مصرف الرافدين اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان انه تم اطلاق وجبة جديدة من سلف الموظفين والعقود ومنتسبي الدفاع والداخلية والتي تبدأ من 5 مليون وحتى 50 مليون بالنسبة للموظفين والمنتسبيين وسلف العقود تبلغ من 5 مليون و10 مليون وذلك بعد استكمال كافة إجراءات المنح وفقا للضوابط والتعليمات حيث يكون التقديم على السلف عن طريق فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات أضاف البيان أن فروع المصرف ما زالت مستمرة في استقبال طلبات معاملات الترويج عن السلف للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية لتسهيل تسلم الرواتب مصرف الرشيد يباشر بنصب صرافات آلية تعمل على مدار اليوم أعلن مصرف الرشيد عن مباشرته بنصب ثلاثة صرافات آلية من نوع أو الدور في العاصمة بغداد وأوضح المكتب الإعلامي للمصرف في بيان أن هذه الصرافات تعمل على مدى 24 ساعة وأضاف أنه تم توزيعها في ثلاثة فروع حيى الرباط اليارموك والدورة كخطوة أولى لتسهيل تسلم الرواتب مشيراً إلى أن الأمل جاري على تهيئة وتوزيع صرافات آلية في فروع أخرى للمصرف